والآن نتحاول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة أخبار المال والأعمال ومرنا إيهاب شكرا لكم يوسف وسحر والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا وفق رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لعام 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض تيسيرات المصريين المقيمين بالخارج ويأتي ذلك استجابة لما تمت إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج من راغب استراد السيارات وسعيا لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة ونص تعديل القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سرية في الخارج استراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعمالها الشخصية معفى من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة تبقى للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق والمحدد وفق نفاءة السيارة بجداولا محددة يحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنشود ومنصوص عليه بالمادة أربعة من هذا القرار بالإضافة إلى كشف الحساب البنكي المنصوص عليه بالمادة رقم أربعة من هذا القرار أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إلى طرح الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية الخاصة بمشروعات وادي تكنولوجيا شرق الإسماعيلية وذلك خلال العام المقبل على المستثمرين والشركات الراغبة في الاستثمار جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في سوق المال أنهت البرصة المصرية والتعاملات على ارتفاع جماعي المؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بمشتريات مصرية وسط تدولات مرتفعة وربح رأس المال السوقية 13.8 مليار جنيه يغلق عند مستوى 984.744 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات قفز مؤشر EGX30 بنسبة 1.5% يغلق عند مستوى 15378 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.99% لغلق عند مستوى 2882 نقطة وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة وفي أسواق البيترول العالمية ارتفعت أسعار النفط على خلفية اضطرابات في الإمدادات وارتفعت العقود الأجلة لخام برينتا بنسبة 1.5% لتصل إلى 80.50 دولار سنتا للبرميلة وصعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساسا الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% مسجلة 75 دولار فاصل 12 سنتا وارتفعت أسعار المزوت عالميا بنسبة 2.53% لتصل إلى 3.10 دولارات للتر كما سعطت أسعار الغاز الطبعية بنسبة 6.35% لتسجل 7.9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكدت رئيسة الحكومة التونسية ناغلاء بودن أن الاستثمارات الكويتية ساهمت في دفي عجلة التنمية الاقتصادية في تونس على امتداد العقود الماضية خاصة في القطاع السياحي هذا وأكدت رئيسة الحكومة التونسية خلال لقائها مع سفير الكويت بتونس منصور خلد عمر أن بلادها مستعدة لتوفير كل التسهيلات اللازمة لدفع الاستثمارات الكويتية في تونس وشدد على أهمية تعزيز التعاون الثنائية في المجالين الاقتصادية والمالي وفي مختلف القطاعات بما يقدم المصالح المشتركة للبلدين انتهت الجولة الاقتصادية والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وصحر شكرا لك ميرنا